لم يعد على مائدة المهدي شيء تأكله الكتل لعلها تستحمده وترضى عنه لإكمال ما تبعثر بكابينة حكومية تسير بعين واحدة وشاح السحرة يطير عنه في ليلة عاصفة ماطرة سلمت عنه وزراء ثمان يضاع في زحمة الرفض والأيد القاسية التي منعتم الاستيزار يستعير المهدي لسانا أخرى سيع فيه عن النطق ويتمنع عن توضيح الشائك لغز هو ذاك اسمه وزراء تدفع الأسمان أحوال برلمان الذي تداخلت أصوات نوابه بين المألوف والنشاز وهم يستعدون نغمة التصويت على ما تبقى من حكومة أرى المحاصصة أنها تجذرت تجذرا تاما إذا كان الصراع السياسي بين الشيعة والسنة والكرد على الاستحقاقات القومية أو استحقاقات الكتل كعناوين اليوم بات الصراع أكبر من هذا وإن كان هناك استحقاق شيعي وسني وكردي ولكن بات الصراع داخل السنة بين الأحزاب على استحقاقهم والشيعة كذلك والكرد كذلك خط التصدع الداخلي لا يبدو السنة متقدمين على الشيعة فيه ضجيج يسمع في البيوت كلها تتقرب فتركل وتدنو فتبعد ذاك حال أسماء لاكتها الكتل حتى انبعث صوت فيهم ما لبلد عزت فيه وجوه جديد حتى يستعان بالقديم والرث لمجارات عالمي يفتك بعضه ببعض ويتسابق بعضه مع بعض ويأتي على ذكر الوصول للقمر كأنه يشرب الماء فمن لم يقدم في سابق الوزارات كيف بالقادمة هو الفاقد لشيء الذي لا يعطيه أبداه تأخرت الوزارات كثيرا نتأمل إن شاء الله أنه تحسم خلال هذا الأسبوع إن لم تكن جميع الوزارات الثمانية على أقل يعني أكثر من نصفها سيتمكن الدكتور عادل عبد المهدي من تقديمها إن شاء الله خلال هذا الأسبوع لأنه بقاها شاغرة يؤثر بشكل كبير على الأداء الوزاري على دفعتين يحاول مجلس النواب أن يهضم ما تبقى من كابينة حكومية ما بين خطوتها الأولى والثانية شهور ثلاثة يستوقف الرفض موكب رجل سار رجاله نحو الحكومة فاصطدم بظاهر الأكف رموا له بقايا وزارة أن استبدلهم تخلبه التوافقية لبه وتركيزه فيعجز عن استبدالهم كما فعل أحدهم في ميدان حرب فمن يملك الكل يملك الجزء وهو الآتي من فراغ فكيف بمن لا جند له أي تسايد قبيلة سرمت فاضل رشيد ترجمة نانسي قنقر